الإعلامي قاله أستاذ عمر أديب وهو بيتكلم عن فوز النادي الأهلي كان ليه نظر مختلفة تعالوا نسمع وعلق بعدها وأنا قاعد طلع علي حاجة أن أنا قاعد أقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم أكيد أعب أتفرج على ماتش الأهلي وسيراميكا وفي الدقيقة 95 كالعادة كورة لو تلعبت مليون مرة مش هتتكرر مليون مرة أخوك إمام عشور عدى وخد الباك في داره ويلعبها باليارده راحت خبطت في العرضة وخبطت في المدافع بتاع سيراميكا ودخل الجون والأهلي كسب عندهم ده مش نادي القرن ده عندهم حظ القرن يعني القرن ده الأهلي طمع في كل الحظ اللي فيه فخد كل الحظ اللي في القرن ده القرن الإفريقي والقرن الزمني وكل شيء سيراميكا في أوقات كتيرة كان ممكن يغير الموتش إنما تحس كده يا أخي أن هناك شيء ما لازم لقلي يكسب لازم طب على فاكرة يا جماعة لو كانوا لعبوا بانلتيز ضربات جزاء زي الموتش اللي قبليه اللي 34 بانلتي دول تنقت وانا قاعد والله اتنقت قاعدت أخبط قاعد لوحدي اتجننت ما أنا قاعد أخبط إنه كل مرة نفس الحكاية وبعدين له الألوية يقول لك يقول لك يا أخي الموتش ولا حاجة الموتش كله ما كانش فيه حاجة فييجي العاون الأهلاوي بقدرة قادر والكرة يعدي إمام عشور كأنه حقيق بصراحة عدى من خرم إبرة تحس إنه هو كان بيعدي من خرم إبرة هو ده كلام الأستاذ عمرة ديب عن مباراة أوفوز الأهل على السيراميكا في اللحظات الأخيرة وقاعدت النادي الأهل يعني لكن يعني عايزها فعند نقطة حظ كلمة حظ أولاً كلمة حظ أو كلمة توفيق ما بيجيش لواحد نايم ومتغطي ومنتظر الفرج لا أو مستني الهدف الحظ والتوفيق بيجي دايماً للمجتهد لللي بيتعب لللي بيخلص سواء لعبين جهاز فني مجلس إدارة سواء جمهور دايماً ورى الفرقة هي دي عوامل النجاح وطبعاً قبلهم توفي ربنا سبحانه وتعالى برح في مباراة مبارح لما تيجي تتفرج على مباراة الأهل وسيراميكا الأهل منهك بدنياً الأهل يتعبان وطالع من ثلاث مباريات تؤال جداً لكن زي ما أقول لحضراتكم الإصرار والعزيمة والروح موجودين من أول ديئة النادي الأهل يكسب ويطلع بالمباراة ومش عايز يروح لركلات الترجيح علشان ركلات الترجيح خمسين خمسين فأنت بتحاول تحسم المباراة في تسعين ديئة طب أرقام المباراة بتقول إيه؟ الاستحواز، الفرص، الأهداف، كل الأمور ديه هتلاقي إن دايماً النادي الأهل في المباراة أرقامه أفضل الاستحواز على ما تذكر 60% الأهل، 40% سيراميكا استحواز الكورة الفرص، النادي الأهل خلق ما يقرب من 19 فرصة فيهم حوالي 7 أو 8 أهداف محققة الركنيات، هتلاقي النادي الأهلي ليه أفضلية في الكورات السبتة، في الالتحامات، في التزديد فكل أرقام المباراة بتنم إن النادي الأهلي هو الأفضل سيراميكا جات له فرصة أو اتنين لكن النادي الأهلي كان مسيطر وكان ممكن ينهي المباراة من الشرط الأول لكن التعب والإجهاد وقفنا عند الشرط الأول؟ لا، ده الشرط الثاني كان فيه إصرار وعزيمة وميستر كولر عمالي نشط النواحي الهجومية برضو إن فيه عندك واحزة محمود كهراما من العوامل الأسسية ومن اللاعبين الأسسين برضو الراجل طالع من 3 مباراة فمش قادر يدفع به فبيدفع بمودست، بينشط حسين الشحات، عايز يقفل مكان ناحية الشمال عشان خالد عفتاح مكان علي معلومة